في البرنامج التلفزيوني بصت الموزيع للضيف صاحب الجسم الضخم واستنت كده سانيتين بتفكر مش عارفة تفاتح الضيف ازاي في السؤال ده بس استجمعت قوتها وشجعتها كده وراح يتقايل له انا عايزة اسألك سؤال موحرك شوية انا بلغني انك بتموت خوف من مراتك يعني بتشوفها بترتاجف فتكسف الضيف جداً وابتسب ومن الاحراك طلع سجارة يشربها اه اه هم زمان كانوا بيشربوا سجار عادي في البرامج وفي الانتروفيوز بصي هو مش خوف يعني انا بعتبره احترام عارفين الضيف ده كان مين؟ كان وحش الشاشة فريد شاوي نص الحكاية اللي نعرفها عن فريد شاوي ايه انه وحش الشاشة مالك الاكشن في وقت ما كانش فيه مصممين معارك ولا العاب قتالية ولا حتى جرافيكس لمعه مسدس ولا رشاش يا دوب سلاحه دراعه اللي بيدرب به كل واحد شرير يقابله في طريقه لقبه هو مالك الترسو ويمكن الترسو كلمة الاجيال الجديدة بتوعاش عليها الترسو دي كانت فئة موجودة في السينمات زمان طبعا كان فيه الاول البلقان اغلى حاجة وبعد كده الصالة وبعد كده الترسو اقلهم وهي الفئة اللي كانت بتدي فرصة لكل الناس البسيطة انها تدخل للسينما بتذكارة رخيصة والناس البسيطة دي ما لقتش غير فريد شاوي يعينوه ملك عنهم وعليهم اول ما يدخل الخناء من هنا ويقول يا عدوي تقوم الناس من على الكراسي وهي بتهلل الملك علشان ينتصر وكأنها المعركة بتاعتهم هما يكونوا او لا يكونوا ينتصروا او ينهزموا للأبد وعشان كده كان هو ملكهم مالك الترسو فتوات الحسنية القسطة حسن السقة مات الفتوة فتوة الناس الغلابة رصيف نمرة خمسة وغيرها من عشرات الافلام كانت بتنجح لفريد شاوي وتكسر الدنيا رغم انها نفس التيمة البطل الفقير اللي بيتعرض للأزى من الأشرار الا انه بياخد حقه تالت وامتلت وبينتقم منهم ويحقق الخير وبيقول فريد شاوي ان الناس البسيطة حبته وصدقته عشان كان بيقنعهم فعلا انه بسيط زيهم بيتكلم زيهم وبيلبس كمان زيهم ويمكن كمان علشان تكوين جسمه اداله الضوء ده اداله مصداقية كبيرة انه يتصدق جدا في الأكشن بس نص الحكاية اللي ما تعرفوش عن فريد شاوي انه كان عكس الشخصية اللي على الشاشة دي خالص من أفلامه تشفق جدا على امراض فريد شاوي في البيت والانطباع الاول تحس انه هو بيصبحها بعلقة وبيمسيها بعلقة بس ده ما كانش مظبوط خالص بتقول ناهد فريد شاوي ان فريد شاوي كان بيخاف جدا من الفنانة هدى سلطان مراته وبيعمل لها ألف حساب وكانت هي الستة الحازمة القوية حتى على وحش الشاشة مش هتصدق كمان ان وحش الشاشة كان بيخاف من الضلمة جدا جدا النور لو قطع في البيت بتبقى مصيبة مش بس كده ده كان بيخاف كمان انه يقعد في البيت لوحده الوحدة بالنسباله كابوس مرعب الفنان رشوان توفيق كان بيحكي في مرة عن سفرية جمعته معاه ورغم انه طبعا كل واحد محجوز له قوضة الا انه وحش الشاشة طلب منه ينام معاه في نفس القوضة عشان خايف ينام لوحده رانيا فريد شاوي بنت مالك الترسو كان بتقول ان باباها طفل كبير يعني كان بيخاف زيهم من الصرصير والحشرات الزحيفة وبتحكي مرة انه دخل فار بيتهم طبعا كان خايف جدا بس كان لازم يستجمع شجاعته كلها عشان يعرف يقتل الفار وبتقول كانت معركة حربية استنينا بابا خارج فيها منتصر فريد شاوي ما بينكرش خوفه الكبير من حاجات تانية زي مثلا الحقن بيقول انه كان بيترعب من الحقن ودايما كان بيفضل انه هو ياخد ادوية بديلة بتبقى معاناته بقى لما حد من بناته يجي لها دور برد مثلا والمفروض انه هي تاخد حقنه والمفروض انه عليه انه هو يقنعها وهو نفسه خايف اكتر منها فبيبقى ساعات مش عارف يعمل ايه فريد شاوي في الحقيقة كان شخص حساس جدا يعني لو بنت من بناته تعبت باقل حاجة كان كافيل انه هو يخليه يقعد دعاية جنبها من تأسره كان اي مشهد مؤذي عابر بيقابله ممكن يفضل مؤثر في نفسيته الاسابيع وعلى فكرة هو كان شخصه متسامح جدا ما يعرفش يعني ايه الخناقات دي في الحقيقة يعني عاملة ازاي وبيحكي فريد شاوي عن واقعة حصلت له هو شخصيا لما كان قاعد في مطعم وعدت ست مع جوزها واول ما شافته راح يتقيل الجوزها الحق ده فريد شاوي هو فالراجل بصل فريد شاوي وقال طوز ففريد شاوي يعني ابتسم كده بكل زوق وقال له شكرا يا سيدي كتر خيرك فالراجل سأ فيها اكتر وقال له انت ولا حاجة على فكرة فطبعا فريد شاوي بكل احترام قال له يا سيدي شكرا ما حصلش حاجة مفيش مشكلة ده رأيك راح باصس الراجل لمراته وقال لها ايه يعني فريد شاوي اللي قلب ادمغنا عليه فبرده فريد شاوي بصله كده قال له يا سيدي وجهة نظرك وانت حر فيها شكرا وفضل الراجل مستغل تسيبت فريد شاوي الكبيرة ويشتم فيه المدة خمس دقايق لحد بقى مع ايه وحش الشاشة بقى زهق وقام من مكانه هنا الراجل اتنفض الحقيقة وقال له بص حضرتك معلش يعني انا بس آسف لان دي مراتي وانا غيران عليها وكده وعد الموضوع عادي فريد شاوي كان بيقول ان ادواره العنيف على الشاشة كان التنفيس للي ما بيعرفش يعمله في الحقيقة وانه لاعب الدور ده واتقنه لما لقى ان الناس البسيطة محتاجة صوت يعبر عنها وده كان نص الحكاية اللي ما كناش تعرفه واللي كان مخبيه عننا فريد شاوي علشان نفضل طول الوقت فكرينه بوحش الشاشة ومالك الترسو اشتركوا في القناة